الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في الجلسة الثالثة والتي سوف نستعرض فيها أمثلة لإستراتيجيات التعلم النشط بداية نتحدث عن مفهوم الاستراتيجية في التعلم الاستراتيجية في التربية مصطلح يشير إلى خطة منتظمة تكيف وتراقب بشكل واعي ومقصود لتحسين أداء الفرد في التعلم أما الاستراتيجيات التعلم ماذا يقصد بها؟ مجموعة أعمال معينة تستخدم من قبل المتعلمين لجعل التعلم أكثر فاعلية وموجه بشكل أكبر ذاتيا أي من خلال متعلم وجعله ممتع أكثر وأسرع وأسهل ويكون كذلك قابل للتحويل والتطبيق بشكل أكبر هذا تعريف استراتيجية استراتيجية التعلم إذن هي مجموعة من الأعمال يؤديها المتعلم تحقق له الفاعلية وتحقق له التعلم الذاتي بشكل أكبر وجعل التعلم أكثر متعة وأكثر سهولة ويكون قابل للتحويل والتطبيق بشكل أكبر نستعرض بعض الاستراتيجيات التي يمكن استخدامها عند القيام بتعلم النشط فهذه أولى الاستراتيجيات استراتيجية كل ما أرسمه هذه الاستراتيجية تصلح للطلاب البصريين الذين يسل عليهم فهم المفاهيم من خلال الرسم نحن نعرف أن بعض الطلاب نمطه بصري وبعضهم الآخر نمطه سمعي فاستراتيجية كل ما أرسمه تصلح للطلاب البصريين طبعا تتم بطالبين كل طالب يختار ثلاث مفاهيم من الدرس أو النص ويرسما بطريقة تدل على استيعابهما للمفهوم ثم يطلب الطالب من زميله أن يكتشف المقصود من الرسمة بحيث أن الطالب الأول يطلب من الطالب الثاني ماذا نقصد بهذه الرسمة؟ يتم النقاش حول الرسمة ويسأل كل زميل زميله عن مكونات التي لم يفهمها هذه استراتيجية تقول ما أرسمه الطالب في هذه الاستراتيجية يقوم بتخيل المفهوم ورسمه بالشكل المرتسم في دماغه بحيث يوضح هذه الرسمة لزميله الآخر إذا لم يفهم الزميل عن مكونات الرسمة يسأل زميله الآخر عن المقصود بهذه المكونات هذه استراتيجية فيها تعلم نشط الاستراتيجية الثانية استراتيجية المساجر الحلقية هذه تناسب الاستراتيجية مرحلة التهية لاكتشاف المفاهيم القبلية عند الطلاب وتساعد على مهارات التفكير الناقد ومهارات الاستماع وتنظيم عمل مجموعة وهي كذلك في الأساس مصممة كعصف ذهني للطلاب كيف تتم هذه الطريقة؟ تتم بطريقة شفوية أو كتابية بحيث الكتابية توزع ورقة واحدة لمجموعة ربعية المجموعة مكونة من أربع طلاب يتم توزيع ورقة واحدة عليهم يكتب لهم سؤال أو يطرح عليهم يستمع الطلاب للسؤال أو مكتوبا ويفكرون في إجابته يبدأ الطالب الأول في كتابة الإجابة في الورقة ثم يمررها لزميله يقرأ الطالب الثاني إجابة زميله ويضيف بدون تعديل للأخطاء ثم يمررها وهكذا حتى تتم مرور الورقة على الأربع طلاب تعرض الإجابات أمام الصف ويتم النقاش حول هذه الورقة هذه استراتيجية المساجلة الحلقية إذن يتم فيها مشاركة جميع الطلاب يتم فيها عرض لأفكار جميع الطلاب وكذلك يتم فيها الوصول إلى المفاهيم الخاطئة عند الطلاب وبالتالي يتم بعد الدرس أو بعد تلقي هذا التعلم بناء المفاهيم بشكل سليم وصحيح داخل البناء المفاهيمي في دماغ الطالب استراتيجية العصف الذهني هذه تستخدم لحل المشكلات واتخاذ القرارات أو طرح المقترحات هذه الاستراتيجية حقيقة تستخدم بكثرة في التدريب وتستخدم في التعلم النشط استراتيجية العصف الذهني استمطار الأفكار ويتم فيها تقسيم الطلاب إلى مجاميع ربعية استخدام استراتيجية المساجلة الحلقية السابقة كتابيا تتم عبر أربع مراحل وهي مرحلة توليد الأفكار وفي هذه المرحلة طبعا يترك الحرية للطالب بإيراد ما يشاء من الأفكار حول هذه النقطة جميع الأفكار تقبل لا أحد يعترض على أي فكرة تقدم مرحلة توضيح الأفكار يعني كل طالب يوضح الفكرة التي طرحها مرحلة تصنيف الأفكار يتم تصنيف هذه الأفكار بعد ذلك مرحلة تحديد واختيار الأفكار الصحيح الاستراتيجية الأخرى استراتيجية المفردات الجديدة وهذه تستخدم لعلاج الكلمات التي لم يفهم معناها خلال القراءة كيف تتم هذه الاستراتيجية؟ عندما نجد كلمة لا تعرفها أو تجد كلمة لا تعرفها ولا تفهم معناها من خلال سياق الدرس استعم بسياق الجملة فكر بزذر الكلمة أو في الكلمات أخرى مشتقة منها ابحث عن من يساعدك على تعرف معناها خمن معناها ابحث عن معناها في مصرد المصطلحات أو المعجب مصرد المصطلحات أو المعجب أيها الأخوة يوجد الآن في الكتب المقررة الحديثة في نهاية كتاب كل طالب هناك مصرد للمصطلحات وتوضيح للمصطلحات والمفاهيم المرمزة باللون الأصفر يعني مرمزة ترميز لوني باللون الأصفر في كل درس تجد المفهوم الجديد أو الرئيس أو الحديث على الطالب نجد أنه مرمز باللون الأصفر وفي نهاية الكتاب شرح لهذا المفهوم شرح معناه يعني يمكن الاستعانة بمصرد المصطلحات في فهم الكلمات أو المفردات الجديدة الاستراتيجية الأخرى كذلك استراتيجية جدول التعلم KWL وهذه الاستراتيجية سهلة ويمكن استخدامها بسهولة في عملية تقويم وفي عملية التعلم النشط ماذا نعرف What I know وكذلك ماذا نريد أن نعرف Want to learn وماذا تعلمنا What I learned بحيث أنه ماذا نعرف يكتب الطالب أو المتعلم ماذا يعرف عن هذا الموضوع ماذا يريد أن يعرف عن هذا الموضوع وكذلك ماذا تعلمنا هذا نعرف المعرفة السابقة لدى الطالب ماذا نريد أن نعرف وهي أهداف الدرس ماذا تعلمنا إذا تحقق هذا التعلم إذا تحققت هذه الأهداف أصبح يستطيع الطالب أن يدخل الإجابة في هذا الجزء الذي يوضح تحقيق الأهداف التي وردت في ماذا نريد أن نعرف هذه استراتيجية جدول التعلم KWL أهداف هذا النموذج طبعا يدخل الطلبة في عملية القراءة النشطة والفاعلة التي تعنى بطرح الأسئلة والتفكير بالمفاهيم والتساؤلات الواردة أثناء القراءة تعزيز كفاية الطلبة في وضع أهداف للقراءة وجمع المعلومات من نصوص وتأليف خطوط عريضة للأفكار الواردة وكتابة ملخصات ترتكز على تلك الخطوط العريضة هذه أهداف نموذج هناك استراتيجية أخرى تسمى باستراتيجية مخطط فن للمقارنة وهذه تستخدم عندما ندرس شيئين مختلفين ولكن بينهما تشابه يعني هناك منطقة تشابه بين ألف وبين ب المناطق المختلفة أو الأشياء المختلفة التي تخص ألف تكتب في هذا المكان والأشياء التي تخص باء تكتب في هذا المكان الأشياء المتشابهة بين ألف وبين باء تكتب في هذا المكان هذه تستخدم للمقارنة وتوضيح المفاهيم للطلاب وكذلك معرفة المقارنات بين أي شيء أو شيئين لهم صفات مشتركة وصفات مختلفة هذه استراتيجية مخطط فن للمقارنات طبعاً لا يمكن حصر جميع الاستراتيجيات في هذه الجلسة لذلك اكتفينا بهذه الاستراتيجيات التي ذكرناها هناك كتاب يمكن الرجوع إليه المعرفة المزيد من هذه الاستراتيجيات وهو كتاب 101 استراتيجية في التعلم النشط للمؤلف ماشي شمري وهو أحد المدربين المركزيين في وزارة التربية والتعليم في هذه الحقيب نهاية الجلسة لهذه الاستراتيجيات نعمل أن نكون قدمنا ما يفيد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة